موسيقى ترأس صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا خصصا للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 25 و2000 والمصادقة على مشاريع مرصيم تهم المجال العسكري إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ومجموعة من التعينات في مناصب عليا حسب بلاغ من النطق الرسمي باسم القصر الملكي التفاصيل في بداية أشغال المجلس وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الجلالة الملك حول الخطوط العارضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي صعب بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمات المناخية ورغم ذلك فقد تمكن المغرب بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على استدامة التوازنات الماكرو اقتصادية حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3.3% سنة 2024 وأضافت السيدة الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يتمحور حول أربع أولويات تشكل كل واحدة منها رافعة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحصين السيادة الاقتصادية وتحقيق شروط الازدهار المنشود بالنسبة لأجيال القادمة أولا مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية لا سيما من خلال التنزيل المتسجم والفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية فبعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سيتم استكمال تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر والذي بلغ عدد المستفيدين منه حوالي أربعة ملايين أسرة وذلك بموازات مع مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية كما ستتم مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية ودعم الحوار الاجتماعي إضافة إلى تنزيل مختلف الأوراش التي تدخل في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز وتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بالجنوب الشرقي للمملكة ثانيا توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل تبقى للتعليمات الملكية السامية وذلك من خلال تحفيز الاستثمار الخاص وتنزيل ميثاق الاستثمار حيث سيتم التركيز على تسريع عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية وعلى التحسين المستمر لمناخ الأعمال كما سيتم دعم الاستثمار العمومي ومواصلة الأوراش الهيكلية التي تم الشروع في إنجازها لاسيما استراتيجية الجيد الأخضر والمشاريع المرتبطة بقطاع الهيدروجين الأخضر والتحول نحو الطاقات النظيفة وخارطة الطريق للقطاع السياحي مع الحرس على وضع تدبيل الموارد المائية في صلب الأولويات والتسريع في تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للصرب ومياه السقي وكذا إعطاء أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030 وبموازات ذلك سيتم تفعيل خارطة طريق ملموسة لإنعاش التشغيل وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد تهدف لتحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل وتقوية الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والرفع من وقع البرامج النشطة للتشغيل إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروية ثالثا مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفي مقدمتها إصلاح منظومة العدالة عبر استكمال الإطار التشريعي والتنظيمية الخاص بها ومواصلة المجهودات المبذولة لتعميم محاكم الأسرة وتحديث الإدارة القضائية وتحولها الرقمية كما ستتم مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لا سيما من خلال تفعيل التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة والعمل على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة تنزيل القانون المتعلقة بالإصلاح الضريبي رابعا الحفاظ على صدامة المالية العمومية من خلال اتخاذ تدابير اللازمة لضمان استعادة التوازنات المالية بشكل تدريجي وتوفير التمويل اللازم للأوراش المبرمجة مع الحرص على تقليص عجز الميزانية واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي تهدف إلى تعزيز وقع الاستراتيجيات المعتمدة في مصاري التنمية ببلادنا وتحقيق انتعاش اقتصادي قوي مع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4.6% خلال سنة 2025 وحصر معدل تدخم في حدود 2% وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025 تمت المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة والنظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها وبتحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية وكذا بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصعودية خاصة وتندرج هذه المشاريع الأربعة في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة القوات المسلحة الملكية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمادية لهذه القوات وتهدف للزيادة في أجور أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكية وذلك على غرار الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي وتهم مشاريع المراسيم الثلاثة الأخرى لجوء الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات أو معطيات حساسة إلى مقدمية الخدمات الرقمية السحابية وبتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية وكذا التعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين المكلفين للقيام بمهام بالخارج وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز مكانته والوفاء بالتزاماته على الصعيدين القاري والدولي صادق المجلس الوزاري على 19 اتفاقية دولية منها 16 اتفاقية ثنائية و3 اتفاقيات متعددة الأطراف وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وتعزيز التعاون في المجال القضائي وفي مجالات الصيد البحري والسياحة والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي والتعاون في ميادين النقل الدولي عبر الطرق والصيد البحري والخدمات الجوية وتتميز 13 اتفاقية منها بكونها مبرمجة مع 6 دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة بالصحراء المغربية أما الاتفاقيات متعددة الأطراف فتخص الاتفاق بشأن إحداث المقر الدائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة والاتفاق المتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية الفرنكفونية بالمغرب وكذا الاتفاق المبرمي في إطار الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية تفضل جلالة الملك أعزه الله بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية السيد معاد الجامعي واليا على جهة فاس مكناس وعاملا على عمالة فاس السيد خطيب الهبيل واليا على جهة الشرق وعاملا على عمالة وجد أنقاد السيد السعيد زنيبر واليا على جهة ضرعة فيلالت وعاملا على إقليم الراشدية السيد محمد بن ريباك واليا على جهة بن ملال خنفرة وعاملا على إقليم بن ملال السيد محمد العطفاوي عاملا على إقليم الجديدة السيد المصطفى النوحي عاملا على عمالة الصخيرات تمارة السيد عبد الحميد المزيد عاملا على إقليم القنيطرة السيد محمد فطاح عاملا على إقليم آسفي السيد مبروك تابت عاملا على إقليم تيرودانت السيد محمد سمير الخمليشي عاملا على إقليم مولاي عقوب السيد عبد الرحمن الجوهري عاملا على إقليم تيزنيت السيد شكيب بالقايد عاملا على إقليم جرادة السيد حسن بن خي عاملا على إقليم أزيلال السيد عبدالله شاطر عاملا على إقليم طانطان السيد محمد رشدي عاملا على إقليم أوسرد السيد عبدالحق حمداوي عاملا على عمالة مقاطعات الفداء مرسلطان السيد عبداللطيف النحلي عاملا على إقليم الخميسات السيد جلال بن حيون عاملا على إقليم النواصر السيد إدريس مصباح عاملا على إقليم إفران السيد علال باز عاملا على إقليم بولمان السيد بدر بوسيف عاملا على إقليم توريرت السيد عبد السلام الحتاش عاملا على إقليم جرسيف السيد عبد السلام فريندو عاملا على إقليم دريوش السيد محمد عادل إهوران عاملا على إقليم خنفرة السيد إدريس روبيو عاملا على إقليم سيدي سليمان السيد عبدوهاب فاضل عاملا على إقليم ميدلت السيد إبراهيم بوتوميلات عاملا على إقليم سمارة السيد محمد الطوس عاملا على عمالة مقاطعات عين سبع الحي المحمدي وبالإدارة المركزية تفضل جلالة الملك بتعيين السيد جلول صمصم والي مديرا عاما للجماعات الترابية والسيد حسن مزغمة عاملا مديرا للشؤون القروية وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون عين جلالته نصره الله مجموعة من سفراء جلالته لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة ويتعلق الأمر بكل من السيد عثمان الفردوس سفيرا لدى جمهورية الكود ديفوار السيد عبدالقادر الجموسي سفيرا لدى جمهورية الكاميرون السيد مصطفى العالم الفلوس سفيرا لدى جمهورية إفريقيا الوسطى السيد نجوة البراق سفيرة لدى جمهورية الكونغو السيد محمد إبو مراتن سفيرا لدى جمهورية النيجر السيد أحمد ريد الشامي سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي السيد فاتح العيادي سفيرة لدى الدنمارك السيد عمر أمغار سفيرا لدى جمهورية سربيا السيد ردوان الدغوغي سفيرا لدى جمهورية بلغاريا السيد ماجد حليم سفيرا لدى ماليزيا السيد ردوان الحسيني سفيرا لدى جمهورية أندونيسيا السيد بوثينا الكردودي سفيرة لدى جمهورية بنغلاداش السيد يونس الديغوسي سفيرا لدى سانت لوسيا وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية عين جلالته السيد نعمان العصامي في منصب مدير صندوق تضامن ضد الوقائع الكارثية وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية تفضل جلالة الملك حفظه الله بتعيين كل من السيد مصطفى أبو معروف في منصب رئيس الهيئة العليا للصحة السيد سمير أحيد في منصب مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية السيد كمال الدغمي في منصب مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الشباب والثقافة والتواصل عين جلالة الملك كل من السيدة لطيفة مفتقر في منصب مدير أرشيف المغرب السيد رحال بوبريك في منصب مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المنتدى بلاد وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية عين جلالته السيد سعيد الليث في منصب المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير والسيد وفاء جمالي في منصب المدير العام للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة